السلام عليكم ورحمة الله هنعمل بقى يا جماعة النهاردة شوية شربة خضار على السريع كده بس المرة دي انا عاملها بقى بسدر الفرخة يا جماعة موضوع حتة الفرخة اللي انا حطيته عليها كان زيدة حلاوة وطعمة بقى يا جماعة ومعالي الايمة الغذائية بتاعتها غير بقى ان الخضار فرش يا جماعة والشتاء دخل بقى والسوق مليان خضار فرش محطتش عليها حاجة مجمدة لكن يا جماعة حطيت عليها كده اضافة فيه الاخر خالص خليتها بقى تلف على بعضيها يعني مش يبقى مثلا الشربة طفية كده على الوش وشوية الخضار كده في ايه في قاع الحلة لأ خليتها كلها تلف على بعضيها وزادتها حلاوة وطعمة بقى يا جماعة خدوا الطريقة والخطوات مني بس فضلا وليس امرا يا حبيبي ادعموني بلايك طب دي الحاجات اللي عندي دلوقتي متاحة فصولية خضرة وجزر وبطاطس وكوزة ممكن لو عندكم بسلة تحطوا ممكن كمان قلقاس بيبقى زي الزبدة في الاكل يا جماعة وامتو الغذائية عالية بسم الله هقسل الحاجات دي كلها وقطعها وارجع حطها في مصفة تاني طبعا بعد ما قطعها مكعبات واغسلها بس علشان وقت الفيديو يا جماعة ما طولش عليكم ده سدر من الفرخة الفرخة اللي هي التسمين البيضة اللي ما بتاخدش نار وقطعته كده مكعبات وغسلته طبعا بملح ولمون علشان ما بقاش فيه اي رحة زفارة وشطفته كده مرة وطلعته في مصفة في حل كده على النارة حط معلقة سمنة بلدي او معلقة زبدة بلدي انا دايما بستعمل الزبدة البلدي الصفرة يا جماعة بتبقى رائعة في الاكل وحطيت برضو معلقة صغيرة من الزيت نزلت بقى بصلاية متوسطة مخرطها ناعم دقيقتين بقلبها كده بس تدبل ولون هيتغير وبنزل بعد كده بفصين توم التوم ده يا جماعة انا هرساب الهراسة لو مش حابين تحطوه ما تحطوهوش لكن حلوي يعني كان لو مش حابين ما تحطوهوش بعد كده نزلت بربع الفرخة اللي انا مقطعها برضو مكعبات كده ويبديها تشويحة وبغطي عليها لمدة عشر دقايق طيب بعد كده يا جماعة محطتش ملح لحد دلوقتي انا حطت بس رشة فلفل اسود وبابريكا وكاري من كل حاجة يا جماعة مص معلقة كده صغيرة على طرف المعلقة لكن الكاري حطت معلقة صغيرة ممسوحة والبابريكا معلقة صغيرة ممسوحة اما الفلفل الاسود ربع معلقة بعد كده يا جماعة بحط حباية طماطم كبيرة طبعا فرمها ومصفيها اهم حاجة تصفوها يا جماعة ما يكونش فيها تفل خالص بعد كده قلبتها وانزلت بشوية الخضار اي بقى خضار عندكم متاح يا جماعة بصوا الخضار اليومين دول روعة الروعة يا جماعة شوية شربة خضار تشفي العليل اعملوها بقى بطريقة دي يا جماعة هتاخدوا طعم مفيش بعد كده بسم الله بعد كده حطت اربع كبيات من المرأة عندكم مرأة فراخ مرأة لحم مفيش مرأة حطوا اربع كبات ميا سخنة وعليهم مقاباكم من المرأة الفورية مرأة دجاج ماجي ويقلبوها يا جماعة ووضيفوها بسم الله بعد كده بقى انا هدوق الحد انا محطتش ملح لان المرأة عليها ملح فهي كانت دلعة شوية حطت لها نص معلقة ملح صغيرة وهقلب وهتغلي من الجناب كده غلوتين هغطي عليها وهسويها على نار متوسطة قعدت قد ايه بالزبط قعدت بالزبط ربع ساعة يا جماعة وكان الخضار مستوي ودايب بس ما كانش متقصر بسم الله بعد كده يا جماعة بنضيف بقى يا ام لسان العصفور وبديل لسان العصفور الشعرية هما الاتنين احلى من بعض بحمرهم كده في معلقة سامنة بلدي صغيرة وياخدوا اللون الدهبي ده ويبصوا يا جماعة هي استوت على كده هنزل بيه اللسان العصفور او الشعرية المتحمرة ايه متفنجان صغير يا جماعة وهقلب تغلي بس بصوا يا جماعة غلوتين اتنين بس لمد الدقيقة عدوا بالساعة كده دقيقة تغلي وبعد كده باط فيه عليها على حمو الحل يا جماعة والشربة السخنة لسان العصفور اصلا هيستوي او الشربة الشعرية هتستوي وكانت بالمنظر الرائع ده باسم الله ما شاء الله يا جماعة ريحة وطعم بقول لكم شوية شربة خضر يا جماعة يشفو العليل حبايبي لو عجبكم الفيديو داموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله بركاته